من المحاور التي طرقنا اليوم خلال الجلسة الشفاهية للأسئلة فكان محور الاستثمار مع قطاع المالية والاقتصاد حقيقة الحديث عن الاستثمار هو حديث عن آلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص الشغل اليوم في البلد دينا فاشكن نشوف الأرضية والبيئة دي الاستثمار ممكن نقول بأن لدينا ترسانة قانونية مهمة مشجعة للاستثمار منها ميتاق الاستثمار، ميتاق لا تمركز إداري، الجهوية المتقدمة وإلى غير ذلك أيضا لدينا مخصصات مالية مهمة فكان نشوف أن المخصصات المالية الخاصتها الحكومة للاستثمار تبلغ 335 مليار درهم المالك نصره الله في الخطاب أثناء افتتاح البرلمان تحدث عن 550 مليار درهم يعني من القطاع الخاص ستعبأ من القطاع الخاص والقطاع البنكي ولكن حين ننظر إلى المحصلة يمكن أن أقول أننا أمام محصلة مفجعة نحن اليوم أمام تراجع ديال الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة حوالي 50% اليوم نحن أمام ارتفاع نسبة البطالة بنسبة 13.5% كما تحدثت عن ذلك المندوبية السامية للتخطيط هناك إفلاس أو أرقام جد مقلقة ومخيفة لإفلاس المقاولات اللي ممكن اليوم نتحدث عنها يعني إفلاس 15 ألف مقاولة ولنزلنا الأرض الواقع ممكن لقاو أكتر وأكتر فاليوم يعني التساؤل موجه إلى الحكومة ما تفسروا هذا إلا كانت عندنا معطيات متوفرة نضف إلى ذلك استقرار البلاد المشجع على الاستثمار ونحن اليوم يعني محصلة جد كارثية نضف إلى ذلك فنتحدث عن الاستثمار العمومي كانت تحدثوا على استثمار عمومي بدون تقييم فما يمكنش نتكلم اليوم على استثمار عمومي وما عندناش مؤشرات قياسية تقيم هذا الاستثمار فالاستثمار الأصل فيه هو أن يكون له أثر على المواطنين أن يكون له أثر على خرق فرص الشغل ما يمكنش اليوم نتكلم على حكامة في الاستثمار والحكامة التي تفرض يعني ربط المسؤولية بالمحاسبة ونحن أمام غياب مؤشرات لا تساعدوا على التقييم ولا تعرفوا على حصيلة يعني الإنجاز المفروض اليوم أن الحكومة تعطينا الحصيلة السنوية لإنجاز يعني الاستثمار كم أنجزت خلال هذه السنة وكم أنجزت في السنة المقبلة ثم كم منصب شغل يعني أحدثته خلال هذه السنة وكذا السنوات المقبلة كل هذا غائب فاليوم نحن كان طالب الحكومة يعني تعطينا واحد تقييم هذا الاستثمار العمومي وتعطينا واحد تقييم لهذه المبالغ المهمة والموارد المالية المخصصة للاستثمار العمومي ثم في حديثين مع الاستثمار يمكن أن نتكلم على العدال المجالي للإستثمار الحكومة تحدثت بشك وبشرت بلدنا بأن هناك خطة وطنية لتشجيع الاستثمار بالجهات ولكن الواقع اليوم أن الاستثمار مركز في جهات معينة ومعظم الجهات لا زالت تعاني من ضعف كبير في الاستثمار بل أكثر من ذلك لا زالت تعاني من قلة في البناء والإمكانات الأساسية لتشجيع الاستثمار فكيف يمكن أن أتحدث عن عدانة مجالية للاستثمار بالجهات ونحن هناك غياب كبير في عدانة مجالية في البنيات الأساسية في عدانة مجالية في الإمكانات المحفزة للمستثمرين والمستقطبة للمستثمرين فليوم بنقوله خصنا مراجعة لهذه الأمور خصنا آليات أساسية وإرادة قوية لتشجيع الاستثمار سواء على مستوى الجهوي أو على المستوى الوطني وفي مقدمة هذه الآليات هي الرفع من العراقيل وتجاوز العراقيل أو القضاء على العراقيل التي تعيقه هذا الاستثمار في مقدمة هذه العراقيل هناك الاحتقار هناك الفساد هناك استغلال النفوذ هناك المحسوبية فالمطلوب من الحكومة أن تعمل بجدية وبإرادة سياسية قوية لتجاوز هذه العراقيل إذا أردنا أن نحقق التوجيه الملكي الذي قال أن رهان بلدنا اليوم على الاستثمار المنتج